اشتركوا في القناة فضيلة المفتي في مقال نشر على صفحة دار الافتاء الليبي على الفيسبوك ان الدار ليست ضد الوفاق لكنها تريد وفاق حقيقيا يحفظ حرمة الدين والوطن وبين المقال ان الحكومة المقترحة ليست شرعية ولا توافقية موضحا انها اذا ارادت ان تكون حكومة وفاق حقيقية فعليها ان تستمع الى الملاحظات التي ابداها العلماء على مسودة الاتفاق وفي السياق ذاته قال فضيلة المفتي ان الحكومة بدل ان تبذل الجهد في تحقيق ملاحظات العلماء العادلة تمادت في المضي على نهج المغالبة منبها انها اصدرت قرارات عقوبات وتجميد للاموال قبل ان تكتسب اي شرعية حتى بمقتضى المسودة التي ارتضتها وان مصرف ليبيا المركزي اسرع الى تنفيذ قراراتها وهو يعلم انها غير شرعية وبين المقال ان الداعمين لهذه الحكومة تمادوا في حملاتهم على الدار والدعو ان ملاحظات العلماء قد عدلت في المسودة الاخيرة ورموا المفتية بالغفلة وان من حوله يضللونه موضحا ان المبعوثة الاممية عندما زار دار الافتاء كان صادقا مع نفسه ولم يقل انها عدلت او ان الدار لا تتابع المستجدات استحدث رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقاذ الوطني خليفة الغويل منصبا جديدا في وزارة الداخلية وهو قائد عام الشرطة الليبية الغويل في قرار له اعلن عن تسمية العقيد جمعة عبدالله مشري نوفل قائدا عاما للشرطة الليبية بوزارة الداخلية منبها كل الجهات المختصة الى ضرورة وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره يشار الى ان عدة اجراءات تقوم بها حكومة الانقاذ في محاولة لمواجهة او لمعالجة الاوضاع الامنية في البلاد قتل اربعة عناصر من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح خمسة اخرون حسب ما افاد به مصدر من مستشفى الجلائب مدينة بنغازي وحسب المصدر فان القتلى سقطوا بمحور لقوارشا بعد ان قامت قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بقصف تم مركزات قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة واضاف المصدر الطبي ان الجرحى جميعهم اجريت لهم عمليات بتر وترميم للعضاء قال مكتب مكافحة الجريمة بالخمس ان عنصرا او ان عناصرا تابعين له ضبطوا ثمانية حاويات موردة لاحدى الشركات المحلية المختصة في اعمال الالمونيوم مفرج عنها من قبل مركز جمار كميناء الخمس وكانت مخالفة لشروط الاعتماد المستندي المفتوح في الغرض احتوت احدى الحاويات على سقالة او سقالة تستخدم في اعمال البناء فيما كانت بقية الحاويات فارغة يشار الى ان السلطات المختصة ضبطت العديد من المخالفات المرتبطة بالاعتمادات المستندية فيما وصف بانه اعمال تهريب وغسيل للاموال نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة